أربعة أحلام تدل على الزواج الأعزب بمن يحب بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين اللهم أمين اليوم عزائي متابع القناة سوف يكون موضوع الفيديو هو أربع أحلام تدل على الزواج الشاب بمن يحب في حالة إذا مرأى الشاب في منامه حلم من الأربعة أحلام فإن دلالة هذا إنه سوف يتزوج بمن يحب بإذن الله الحلم الأول هو أن يرى الرجل أو الشاب في منامه إنه يقوم بتناول العنب تناول العنب في منام الشاب أو الرجل يكون دلالة قوية إن هذا الشاب أو الرجل سوف يتزوج بمن يحب سوف يكون هذا الزواج قريبا بإذن الله سوف يكون زواج ناجح سوف يكون زواج ميسر بإذن الله والحلم الثاني من الأحلام التي تدل على الزواج الأعزب بمن يحب هو أن يرى الأعزب في منامه إنه يتناول فاكهة التفاح فاكهة التفاح وتناول فاكهة التفاح في المنام يكون من الأشياء الجيدة المبشرة التي تدل إن الشاب صاحب المنام أو الرجل صاحب المنام سوف يتزوج قريبا وسوف يكون زواجه بمن يحب فإذا كان يحب فتاة بعينها فسوف يتزوج من تلك الفتاة بإذن الله والحلم الثالث من الأحلام التي تدل على الزواج الأعزب بمن يحب هو أن يرى في منامه المطر رؤية المطر في المنام وشعوره بالراحة النفسية لرؤية المطر وعدم انزعاجه يكون من الأحلام الجيدة المبشرة إن صاحب المنام سوف يتزوج من الفتاة التي يحبها بإذن الله وتلك الفتاة تتمتع بالعديد من الصفات الجيدة وتتمتع بالسيرة الطيبة بين الناس وهي فتاة من بيت صالح بإذن الله والحلم الرابع والأخير من الأحلام التي تدل على زواج الشاب الأعزب بمن يحب هو أن يرى الشاب الأعزب في منامه الفتاة التي يحبها أو الفتاة التي يريد الزواج منها تقوم بخلع الحجاب أمامه هذا الحلم أو تلك الرؤية تكون دلالة وإشارة قوية إن الشاب صاحب المنام سوف يستطيع الزواج بالفتاة التي يحبها بإذن الله وإن الله عز وجل سوف يجعل تلك الفتاة زوجة له بإذن الله والله أعلم وأعلم هكذا أعزائي متابع القناة نكون قد سردنا عليكم أربع أحلام تدل على زواج الأعزب من يحب بإذن الله عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاية نهاية وشكرا قد الأفاقاته من PRO Bod